برضو خليني قبل بس ما اطلع الفصل نروح لحاجة مهمة جدا وخاصة بالتحاد كرة القدم بعد أندية الجمعية العمومية للتحاد المصري لكرة القدم بتعقد جلسة عاجلة في أحد الفنادق للرد بقوة على قرار اتحاد كرة القدم بهبوط 33 فريق للقسم الثالث في الموسم بعد القادم اللي انت بتقوله ده صح؟ آه ده حقيقي تحاد كرة القدم قرر أنه هو الموسم البعد اللي جاي يعمل الدوري العام به اللي هو الممتاز به من مجموعة واحدة من 18 فريق يبقى زيه زيه زي الدوري الممتاز ألف يعني هيهبط هو دلوقتي 3 مجموعات كل مجموعة يهبط منها 11 في 3 بتلاتة وتلاتين فرقة الاندية دي اندية جمعية عمومية طيب من النحية الفنية هو موضوع هايل ورائع وجايد جدا ولكن كيفية تنفيذه هي عشان أقدر أنفذ هذا الموضوع لازم أدي لهذه الاندية فرصة لتوفيق الأوضاع وفرصة أن أنا أقدر أبيع أن أنا كنادي في البلعة في الدرجة التانية أقدر أبيع أو من خلال الاتحاد بقى معرفش أقدر أبيع البث التليفزيوني لمباريات الدرجة التانية وبالمناسبة بتعمل مشاهدات كبيرة جدا لو في وجود الاندية الشعبية لكن القرار ده 900% هيقضي على الاندية الشعبية فيجب أن يكون هناك تعامل مختلف ممكن يكون القرار صحي من الناحية الفنية وأنا مع القرار من الناحية الفنية لكن كيفية تنفيذ القرار أجيب الناس وأعود معاهم وأقول لهم وأخذ رأيهم وأقول لهم أن أنا حديكوا مبالغ قد كده خلال الفترة اللي جاية نقدر نحسن بها مستوى الفرقة أو الفرقة اللي موجودة بحيث بقى فيه تنافس جاية دي السنة اللي جاية لكن أنت كده بأي حاجة بتطلع تقوم جاية أية لتعند الجماعية العمومية الجماعية العمومية دي الاندية دي ممكن تتسقطك ممكن تعمل الجماعية العمومية غير عادية وتسحب الثقة منك وجهة نظرهم أنت إزاي بتعدل من غير ما ترجع لهذه الأندية القرار ده لازم ترجع فيه الأندية ده موجود بالمناسبة في لايحة اتحاد الكرة ولايحة الوزارة لحيانا ما عرفش اتحاد كرة اتحاد كرة القدم يعني بيفكر إزاي خلال هذه الفترة النظام ده حيدور بالأندية هبوط 11 نادي من كل مجموعة أمر غير منطقي والأندية دي بنيوا بينكم من حقها أنها تدافع عن كيانها تحاد الكرة محتاج أنه هو يرجع نفسه شوية يجب أن يتم يا جماعة نقعد مع بعض ونتكلم ونبتدي ناخد قرارات واسمعوا الأندية أعودوا مع الأندية وقولوا لهم طيب وأتمنى أتمنى إن هي ما تكونش قاعدة اللي هو إيه بنوري الناس هون إحنا وسورتين وبتاع لا قاعدة ويجب أن يتم الوصول فيها لحلول لأنه يعني إيه 33 نادي ينزلوا لدرجة أدنى طب هتديهم إيه علشان يقدروا ينفسوا ويطلعوا هتعمل معاهم إيه بالمناسبة مرة تانية أنا بقى أؤيد النحية الفنية ولكن تنفيذ الموضوع بيبقى عامل إزاي أنا متأكد مليون في المية أهو قبل ما الدوري القسم التاني يبدأ وقبل أي حاجة عايز أقول لحضراتكم بنسبة مليون في المية تحت كرة القدم حيعلن تراجعوا عن القرارات دي مش هيقدر يستحمل والله ما هيقدر يستحمل عموما أتمنى أن يكون هناك حل لهذه الأمور لأن هذه الأمور واجبة الحل في أقرب وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر